بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الامنية العليا للانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة خطة تأمين العملية الانتخابية والاجراءات المتعلقة بها شكلت حكومة الكاظمي لجنة جديدة تعنا بالامن الانتخابي للمرأة المرشحة للاستحقاق الانتخابي المرتقب وتبدي جهة سياسية قلقها من مجريات الوضع والاستعدادات الامنية لاجراء الانتخابات متوقعة تصعيدا باعمال العنف يسبق اجراءها فيما يتعرض المرشحون لعمليات تسقيط سياسيا واجتماعيا ما دفع الحكومة الى الاستجابة للنداءات المطالبة بمنع التسقيط السياسي لسيما ما يتعلق بالمرشحات اللواتي بدأت تطالهن عمليات التسقيط وبالاخص المؤثرات منهن وكانت النائبتان البرزتان عاليا صيفة وآل طالباني قد تعرضتا بشكل مبكر الى عمليات ابتزاز وتسقيط سياسية عبر مواقع وصفحات وهمية من اجل ثنيهن عن مواقفهن الصلبة اللجنة الجديدة التي تنفرد التغيير بالكشف عن طبيعة مهمتها تضم عددا من الجهة الحكومية المعنية ستقوم برصد كل حالات التسقيط والتشهير التي تتعرض لها المرشحات وخاصة المواقع والصفحات المشبوهة وملاحقة من يقف وراءها وتشخيص هذه الجهات وردعها وتجري الحكومة العراقية التي يرأسها مصطفى الكاظمي اجتماعات مستمرة لإيجاد حلول لتأمين الانتخابات التي ستجرى في تشين الأولى المقبل سواء بضبط السلاح المنفلت في البلاد أو حبلات التسقيط السياسي والتشهير بالمرشحين والمرشحات ترجمة نانسي قنقر